موسيقى رئيس يترأس ميليشيا هكذا وصف أمين لجميل في نهايات عهده والدليل الأبرز إلى ذلك أن عناصره المسلحين تحالفوا مع مسلحي سمير جعجع ضد رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية إليح بيئة وذلك على خلفية الاتفاق الثلاثي قبيل عيد الميلاد عام 1985 وجه إليح بيئة دعوة لاجتماع طارئ للهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية عرض فيه على المجتمعين نسخة من الاتفاق الثلاثي الذي توصل إليه مع كل من نبيه بر ووليد جمبلاط برعاية سوريا وبعد نقاش حاد أصرح بيئة على التصويت فانقسمت الأصوات بين ستة مؤيدين وستة معارضين ليرجح رئيس الهيئة التنفيذية النتيجة لمصلحة الاتفاق بصوته ودعما للاتفاق دعى حبيئة إلى اجتماع في بكركي في حضور فعاليات المنطقة الشرقية في 27 كانون الأول 1985 غير أن التوفيق بينه وبين جعجع تعذر فتوجه حبيئة إلى دمشق في اليوم التالي ووقع الاتفاق في 28 كانون الأول 1985 ليصف الرئيس حافظ الأسد ذلك النهار بيوم الفرح الكبير في سوريا في غضون ذلك كان الوضع يغلي على الأرض ولسيما أن مقرأي كل من حبيئة وجعجع في الكلانتينة كانا متلاصقين وفي تلك المرحلة قام الرئيس أمير الجميل بزيارتين للعاصمة السورية الأولى في 2 كانون الثاني والثانية في 13 كانون الثاني 1986 ليعود منها ويضع اللمسات الأخيرة مع جعجع على ما سمي بانتفاضة 15 كانون الثاني 1986 وبنتيجة العملية التي سقط فيها مئات الضحايا المسيحيون حوصي رحبيئة في الكارنتينة وبعد الاتفاق على وقف النار تولى الجيش اللبناني نقل رئيس الهيئة التنفيذية في القوات إلى وزارة الدفاع لتتولى مروحية نقله إلى قبرص وعلى الفور ردت دمشق على إسقاط الاتفاق الثلاثي بتوتير الجبهات عبر حلفائها وبتصعيد سياسي عبر عنه رئيس الحكومة رشيد كرامي بمقاطعة عهد الرئيس أمين لجميل غير أن حبيئة الذي أخرج من الشرقية عاد فتمركز في زحلي منفذا في 27 أيلول 1986 محاولة الاختراق الأشرفية غير أنها فشلت بسبب تدخل الجيش اللبناني قبل أن تعود قوات جعجع وتتبنى بداعيتها السياسية أحباط المحاولة وفي تلك المرحلة اختل عناصر من القوات قائد اللواء الخامس في الجيش العميد خليل كنعان لتضاف العملية إلى سجل حافل بجرائم الاغتيال والتفجيرات المتبادلة التي عصفت بالمنطقة الشرقية في ذلك الوقت من أبرز ما طبع تلك المرحلة قيل أن الأبات بولوس نعمان طلب من حبيئة وجعجع أن يحلفا على الإنجيل بعدم استعمال القوة لفضي خلافهما على هامش اجتماع بكرك الشهير على رغم معارضته للاتفاق الثلاثي رافق كريم بقردون حبيئة إلى دمشق في سيارته الخاصة يوم التوقع طلب ميشيل المر من قائد الجيش العماد ميشيل عون التدخل لإنقاذ نجله ليس المر الذي كان محتجزا مع إليح بيئة بعدما حصرته قوات جعجع في الحلقة المقبلة من رأس الدولة عام 1987 بات لبنان خارجا على سلطة رئيسه أمين الجميل الذي لم يعد يحكم إلا في قصر بعبدة ولا يمون إلا على المسلحين التابعين له